43 دقيقة بعد الخامسة مباشرة للموعد الاقتصادي مع وفاء بن يحيا أهلا بك وفاء أهلا بك هاجر نستهله بالتجارة وكذلك مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية ونستهلها بقطاعي التجارة مثل ما قالت هاجر وبين الارتفاع والانخفاض وتغيان الإشاعة والتهويل وقع المواطن الجزائري رهينة الحيرة يبحث عن حقيقة أسعار المواد الغدائية أحمد رشد تنقله إلى الميدان لتقص الأسعار وعادلنا بالتالي كثرت البلبلة وتوالت الأرقام عن زيادات كبيرة في أسعار المواد الغدائية الأساسية وصار كل من هب وداب يتحدث عن برصة لا يفقه فيها شيئا ويقدم أرقاما خيالية تثير الخوف والهلع لدى المواطن البسيط كاميرا تلفزيون النهار وبحثا عن الحقيقة تنقلت لأحد أكبر أسواق الجملة بالجزائر العاصمة الأسعار هذه ما هيش مرفوعة واش راهم يقولوا قاعلة لا احنا بسي فتنا تجار وما ناش رافعين السوق نهائيا مثلا يوم العدس تشوف العدس ب16 نالف ما بين 15 و700 و16 نالف السوق الجملة تشوف اللوبيا ما كينتاع 11 و600 كينتاع 12 نالف تشوف الحمص ب12 نالف وهذه اللي بورتي بوريتيك والناس اللي راي تحب حب التهول وتحب تنوض ولا ما لبشرة والغارض التحق واش ربي يهديها ومخلاص هذا وش كينه وش عين قل لك هنا الحركة في سوق السماري إذن كانت عادية والأسعار مقبولة تحددها الظروف الموسمية ومؤشرات السوق وهو نفس الأمر بالنسبة لمحلات البيع بالتجزئة هذه الساعة راي كل ش عندنا نورمال الزيت القهوة السكر الصابون حجر الزوم ولا جافل الطعام فارينا راي حاجة عادية جدا ما زل ما شرين راحنا للسوق شرين وقالوا لا يزادت ما كاز زيادة رام لبري رام كي بكري كي ضك بون على لبري مكاش زيادات كي ما كانوا يقولوا كي ما رام ضخمينها كي ما كنا متوقعين كي ما يدخل دي ملساس راي عادي كاي لبري لزاد بسنك دي نار دي دي نار تصريحات التجار الجملة والتجزئة والواقع الذي رصدناه ينفيان أي زيادة في الأسعار ويؤكدان أن كل ما يتم متداوله عبارة عن إشاعات مغرضة تهدف فقط لتهويل المواطن والسبب يبقى مجهود إذن كثر الحديث عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية مع بداية السنة الجديدة بينما ما لمسه تلفزيون النهار بعد نزوله إلى أرض الواقع أن الأسعار مستقرة بسنة الماضية مقارنة بسنة الماضية سولف دعماش في هذا التقرير تخوفات عدة كانت تحوم في أذهان المواطنين بخصوص ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وعلى رأسها مختلف أنواع الخضروات مع دخول السنة الجديدة إلا أن ما لمسنا خلال جولتنا الميدانية في أحد الأسواق الشعبية كان عكس ذلك فالأسعار مستقرة وهي نفسها مقارنة بالسنة الماضية أحسنتي بزاف نورمال كما العملية فات كما العملية والناس يتقرير ويتشري نورمال وعندما رأيها تركع عندك هما يديروا هما يديروا هما يديروا هكذا كل حاجة الحمد لله الله يدومها لنا حتى تستيطع السيد بناب وزوجته وخلال قيامهم بالتسوق رفقناهم حيث أكدوا لنا أن الأسعار لم تعرف تغيرا مقارنة بالسنة الماضية مروهين في الوقت نفسه أنه لابد من العيش حسب الإمكانيات المتوفرة يعني شوية شوية لباك توجه ساعة تطلع ساعة تحبط الخضراء كما العادة والعوايد وشوية شوية مش يغالية بالزب من نغمة الشتاعة لكل حال كاينس الآخر من العمل يفت عمل يفت ومتدل قد دوز من العقد لما داعي تسوى خمس ألف هكذا بشي كما العمل يفت كاينس الآزية هي إذن أسعار مستقرة لم تزد من متاعب المواطنين على أمل أن تواصل استقرارها لكي يتواصل معها استمرار القدرة الشرائية للمواطن يتساؤل الكثير عن موعد إطلاق القروض الاستهلاكية وأهم الوثائق التي ينبغي تقديمها على غرار نسبة الفوائد المترتبة عن كل قرد أسئلة أجاب عنها رئيس الجمعية المهانية للبنوك بوعلام جبار خلال نزوله ضيفا على حصة ضيف الاقتصاد تفاصيل الموضوع مع سوريا شعلال بعد طول انتظار سيتمكن المواطن من الاستفادة من القروض الاستهلاكية التي لم يعد يفصل البنوك عن إطلاقها سوى بضع أسابيع ربما في خلال أيام أو أسابيع قليلة جدا ستبدأ أولى البنوك لحظرة نفسها والتي تشوف فيها من ناحية استراتيجية أنها تعمل في القارض الاستهلاكي وتختلف نسبة الفوائد المشترطة باختلاف البنوك فيما يتوجب على المواطن أن يكون مرفقا بوثائق للاستفادة من القرض وثائق الدخل متعلقة بالدخل إثبات وجود الدخل دوري وثيقة متعلقة بالمقتنيات التي يحب يديرها الشخص وثيقة يقدمها المنتج في حدث المصنع تثبت أن هذا المنتوج محلي فتن طبعا إلى الوثائق التعريفية بالمواطن إمكانية الحصول على عدة قروض امتياز آخر تمنحه البنوك للمستهلك وفق راتبه الشهري ما فيه حتى منع أنه الشخص يكون عنده قرض أو قرضين المهم أنه يثبت أنه قدرته على السادات تبقى تسمح بتسديد القرض عودة القروض الاستهلاكية في هذا الوقت بعد تجميد دام لعدة سنوات يطرح تساؤلات عدة حول مدى قدرتها على إعادة البريق للمنتج المحلي وتحصين القدرة الشرائية للجزائريين محليا اضطر بعض الفلاحين بدائرة المقرن بولاية الوادي إلى رمي كميات كبيرة من منتوج الطماطم التي تلفت بعدما تكدست في مزارعهم مدة طويلة بسبب سعرها المنخفض عبدالعالي رحومة وأمينة بن درحمن والتفاصيل هي كميات كبيرة من منتوج الطماطم اضطر بعض الفلاحين بولاية الوادي لرميها بعدما تكدست في مزارعهم مدة طويلة طمعا في ارتفاع سعرها الذي بلغ خمس دنانير للكيلوغرام الواحد وهو ما سبب لهم خسائر بالملايير انتاجنا ربي بارك ولكن نتلقينا مشاكل في تسويقها حتى تسويقها يسوي خمسمائة طلبنا بالمصالح التقنية والفلاحية بالتدخل العاجل ولحد الساعة رأينا سننا هو مكاش تدخل فالأحينا نشرنا البذرة ونحق حتى الباكة السن بتاع البترة بمليون ولد الأدوية يعني لحقة الدرجات حتى الثلث ملايين ربع عملين للقارورة الواحدة ذات واحد ليتر الباش آخر ما شروه الفلاحين كل واحد بشاري بعشرين مليون ولا ثلاثين مليون ثم في النهاية المنتوج رأي دير خمسمائل غياب آلية التخزين وتصدير هذا المنتوج وتعمد دولة إغراق الأسواق في هذا الوقت بدات بكمية كبيرة من الطماطم المخزنة أدى كله إلى بلوغ هذا الوضع الصعب سألناهم بش يدرونا خلية يعني لتصويق الطماطم ولكن بدون جدوى أنا نزيد نطالب من هالمنبر بلي الفلاحين مطلقين خسيرة كبيرة ماذا بينا بش يدخلوا في قريب العجل ولو حتى تصويقها هنا بالبلد المجاور تونس وفتح المعبر هذا انتاحها ودع يؤكد غياب الجهات الوصية ليبقى مصيرها الرمي في ضل الحصار الاقتصادي وعدم تصديرها حتى للشقيقة تونس لتخفيف الخسائر الوخيمة عربيا أعلن رئيس الوزراء الإماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد عن عقد اجتماع وزاري موسع خلال الأسابيع المقبلة من أجل مناقشة اقتصاد الإمارات ما بعد النفط وأضف الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه بتويتر أن الدولة ستحتفل بتصدير آخر برميل من النفط في القريب العاجل خصوصا وأن اقتصاد الإمارات حاليا يعتمد على تصدير الذهب الأسود بـ 70%